ونتابع حلقة الليلة من وهلأ شو في عندي مداخل عبر الهاتف من النائب اللواء جميل السيد سعد اللواء مساء الخير مساء الخير سيد جور يا أهلا فيك طبعا يعني هو الموضوع له علاقة بالكابيتل كونترول وحضرتك عندك تعليق أو عندك موقف على هذا الأمر ماذا برأيك سيكون مسار قانون الكابيتل كونترول يلي عم بنقال صار قريب سمعت زميلنا النولى نعم اللي هو مقرر اللجنة ومعرف أن اللجنة عم تشتغل لجنة المال عم تشتغلك شغل كتير جد لكن بنفس الوقت قانون الكابيتل كونترول مثلنا عم ينعمل أول شيء إجاب أخر عن 17-20 تقريبا سنة وست شهر لحد هلأ وهذا يعني عمل مبادرة فيه عنده وقوع أزمة كبرى بأي بلد يكون مبرمج على أساس الموجودات للمصرف لبنان وحامية الأموال الموضعين وبيتحدد شحوبات للناس تلوى حظه من سقف معيان لحتى هالوضاع ما تفضى وتظل الدولة قادرة تحميل ليرة طبعا اللي صار بالموضوع هيدا أنه غير التأخير اللي حصل أنه نحن عم نشتغل اقتراح بكتل الكنترول بالمجلس مدوم ما يكون عندنا ولا رأم لحد هلأ والآخر اجتماع لقلنا لما رئيس اللجنة زمين إبراهيم كنعان أبلغنا رسميا أنه ما قدر أخذ أرقام من حاكم مطرف ابنه طلب منه أرقام معه طيّة طيّة كيف أنت بدك تعمل بمجلس نوات تقفض الكنترول على أرقام مش موجودة عندك هيدا أول البديهيات أول البديهيات أن يكون عندك أرقام ان طلب حاكم مطرف ابنين بعد محامي من عنده محامي من عنده مضعت خبرة بكل الجلسات عم بيكون محامي مطرف ابنين محامي مطرف ابنين ما خصه بالتقفض الكنترول وإذا ما فيه أرقام وفيه تأخير الشغل الأخيرة اللي تفضلت فيها هلا أنه قرار تعميم حاكم مطرف ابنين بالأربعمائة دولار النقدي والأربعمائة دولار بسعر المنصة طيب هيدا التعميم يعاكس الأنون بالوقت أنت اليوم عم تشتغل على ضوابط وبدك تحط تقف للسحوبات بالوقت حاكم مطرف ابنين عم يعمل قرارات مستقلة عنك يقول زميلنا نحاس أنه هادي مقل قوة الأنون صحيح ما له تعميم قوة الأنون بس عم بيعاكس الأنون عم بينسفلك الأنون على بكير لأنه نفس المصاري اللي بدي يعطيها أربعمائة كاش وأربعمائة باللبناني هم جاتوا المصاري اللي نحن عم نقول بدنا نعمل لهم ضوابط خيال سنة وبالتالي وعم يصرفهم بشهرين وثلاثة 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 عام البرنامج اللي عمله هو هو نوع من الكابتال كونترول بس الفرق عما مع كل المودعين أربعمائة دولار وأربعمائة بالهيطة عمليا أجهد القانون اللي نحن عم نشتغل فيه وكمان ما فيه تنسيق متدادل طيب بدي أسأل سؤال دولي مثل لبنان بحالة انهيار مالي وابتصادي تتخيل أنه يعمل قانون كابتال كونترول ما يكون حاكم متدادل قاعد ولا رأم موجودة فإذا عم تشتغل بعموميات بمبادئ عامة بس عمليا ما نكلمس أي رأم وأي نتيجة بيطلع معك إذا ما معك أرأم ما فيه تتأكدر شو النتيجة بدأت ترتب يعني حضرتك عم بتقول بمعنى تاني أنه هالقانون وكأنه ما رح ينكتب له أنه يبصر النور أعود بالصيغة اللي عم ينحط فيها النية طيبة النية طيبة أنه عم ينعمل بس في صراحة هالنية اللي هي نية لجنة المال والمجل مترافقة مع كل المعاكسات اللي عم تنحط قدامه بشكل أنه لما بيطلع بيكون تأخر كتير الزمن وبنفسه بيكون مصرف البناء بالقرارات الخاصة طبعه عم يسحب لبساط من تحت جرات عمليا نحن بالوضع اللي عم نحكي فيه وأنا هيدا ما ققف بقلب الجلسات أنه يخي نحن عم نصخر ع حالنا وعم نضحك ع حالنا وعم نضحك الناس لما عم نقلوا كابتال كونترول شو عم نحميلهم إذا الهدف حماية أموال الناس طيب ما هو مليار ومئتين مليون اللي نحن عم نقاتل عليهم لحتى نبرمجهم ضمن الكابتال كونترول عم يصرفوا دهوه بأقطات شهرية لكل المدعين بدون تسناء يعني العايز والمش عايز اللي عنده حساب البنك العايز وشو العايز شو فيه سراتيجيتان مختلفتان عبير كنت والدليل والدليل لك شو اللي هدف من الأربعمية دولار فيه صغار المدعين يلي هن بين الألف دولار والأربعة تلاف أو خمسة تلاف عشر دولار البنوكي بدأت تتخلص منهم على بكير وهم بحدود اثنانية ألف حساب يعني هن بيشكلوا فوق الخمسين بالمية من الحسابات الموجودة بالمصارف السبعين بالمية بس يتخلصوا منهم ويطلعونهم مصرياتهم البرب يبطل إليه حق أي واحد أنه اللي جعل يفتح السبع جديد حلق المصارف إذا بتروح على أي مظرف أنت منك عنده زبون أصلا وروح فتح باللبنانة ما بيقبل ما بيسمحون ما بيقبل ما بيسمحون تفتح الموضوع إذن في عملية تخلص من موضعين أنه خدوا بس يتكون حلوا عنها يبقى 30 بالمية يلي عندهم مصارف فوق المية ألف دولار فهون اللي عندهم فوق المية ألف أغلبهم طلعوا المصارف أبيتهم مش مثل الصغير بالموضوع إذن نختصر نفيد الصورة هي عبارة عن خبيصة مالية سياسية لن تؤدي إلى نتيجة وبكرة بتشوف بكرة بس بدينا وليهذا الملف من لجنة المال إلى لجنة الإدارة والعدل يعني من هالك لمائة لأباد الروح والبلد عم ينهار بنفس الوقت ونحن صارنا هلأ عم نشتغل بهذا كم شهر لورا مش هيك بالمسودة تبعيته وبعد ما خلفناه وبالتالي كان في قبل مواقف سياسية من أول من سنة وسنتين ممنوع الكابتة الكونترول إذا تتذكر بالموضوع هذا طيب أنه اليوم أنت عندك انهيار وعم بتعالج انهيار بدواء منه ملائم لها الانهيار وبالتالي وين وحدة الموقف السياسي وين وحدة الموقف المصرفي وين التنسيق بين صاحب الأرقام وصاحب التشريع اللي هو بيعمل القانون إذا كله هذا مفؤول كيف تقول لي أنه بديت لها كابتة الكونترول هذا عنوان حق يرده يباطي حضرة اللواء من الذي لا يريد قانون كابتة الكونترول بالابنان مين الجهة مين الطرف مين الاسم يلي ما بده هالأنوة بحاكم مسرف ابنان ما بده بصراحة ليس ببصير لأنه لما بيأخذ القرارات مثل اللي عم بيأخذها وعم بيسابقت على المصاري الموجودة ما بقتل جدا أنت تتعمل كابتة الكونترول هيدا أول نقطة ثاني نقطة الألية الماشية بالمجلس فيه شغل جدي أنا ما أقول حدا مقصر بالشغل الجدي بس الألية الماشية تطلب أرقام معقولي أنت مجلس نوات قيم على أموال الشعب اللبناني كله وإلك تسأل وين مكان عن أموال الشعب تحكي مع موظف اسمه مطرف لبنان بتقوله أعطيني أرقام لا أعرف كي بدي أعمل برنامج هيدا قديش بدي أسمح لنفسي أعطي ساقف لهالكابتال كونترول بهم ما بيعطيك ما بتقني بيعطيك أرقام وبتقول عمك الدين أنك هنتعمل شي جدي فأذن الموضوع كله سواء بالمجلس آلية العمل المعمولة ونقله من لشي نجني تذكرني رح ياخد لشي يدار والعادل فيه شهرين وثلاثة كمان بالتخبيص وبالهيدا وبنرجع بعدين نحكي بالجلس العامة ومطرف أنه عم بيقبت قرارات بصورة مستقلة عن الموضوع هونيك بصير أباد الرواح لأنتلي من هالك لأباد الرواح تراحطا برجع بالك في حالة ضياع استثنائية ضياع استثنائية برجع بالك ما بيعرفوا شو بدهم يعملوا ما بيعرفوا كيف بدهم يخلصوا الوضاع بياخدوا عنوان من بره اسموا كابتال كنترول نطبي وبيجي ويلبسولوا تربيش هون وبيطلع حالة عجائبية بمش معروف شهرين طيب مدام هيك وهاك ونحن معك على الهوى خارج إطاع بعرف أنك بدك تعطي كنت موقف له علاقة بالكابتال كنترول ولكن خارج إطار الكابتال كنترول هل من معطيات عندك أو أجواء أو معلومات لها علاقة بالمسار الحكومي والعقدة الحكومية بصراحة لحد اليوم أنا برجع أقول لك ما بتطلع بالحكومة بحرقة أين تبدأ تصير لأنه بعد كل هالمهاترات والإخناقات والخبيط ومثل ما قلت يعني أجلنا ما تبخزنا ضربة سرامي بين أهل العريس وأهل العروس وبيجوا بعدين بدوا تتجوز وهالحكومة هي زواج بين فرقاء سياسية مطلوب منهم يطبخوا للأولاد ويرعوا لأولاد ويعطوهم مصلحة للأولاد الشعب اللبناني اللي أنه أولاد الحكومة طيب أولا يا أولاد الأم والبي بهالخبيط واللبيط اللي عم بيمشو فيه إذا افترضنا بدأت تتشكل تخيل ما لشكل بين العريس والعروس والتركيبي هاي شو بدأت تعطي للبنان بوقت اللي هالبات هاي دا سقفهم نهار عويدهم خلخلة البلاد البيت عم بيتخانهم مع بعضهم وفيه حريق بالحرش على قدام جنينة وبعضهم بيشتغلوه كأنه ما في شيء بالبلد يعني بكلام تاني هالعريس والعروس مش راكب السطن مع بعض مش راكب حتى لو راكب لما قلت تغيير للسلطة بقيلية معينة تقدمها للانتقال وفيها تحل المجلس فيها انتخابات مبكرة فيها نتيجة انتخابات فيها استقالة رئيس جمهورية قبل وقته فيها انتخاب رئيس جديد ثم تركيبة هاي دي طرحتها بالحل هاي دي طرحتها بالحل هاي دي طرحتها وبعد ما لليوم قلنا عليها انت طالما فيه استحالة عم قول هاي دا الضغط الاصطناعي لتعمل هالزواج الاصطناعي اذا زواج بيدي بعشر تلاف قتيل كيف بده يجيبوا الولاد هاي دا كيف بده يطعم العائلة تابعوا بالهون انت لا انا هاي دوء فيه مساعدة بتقلي بتقلي البطرة بس كلها خبيصة وانا اطلع مثلا انت وفي كتير اشي يكتب بالجرائد وواضحة ومضبوطة كمان عنوان انو الاجتماع اللي صار مع الوزير جبران فاسيل اجتماع اللي صار مع سعد الحريري كل واحد عنده وجهة نظره بين مسألة النص زائد واحد وبين التلت المعطل وبين الحصة المسيحية اللي هن اتنان الفائد وبالتالي متل ما شايف انا الامور رح تشوفها بعدين لقدان قلت له ما بتعفوا امتا في هالنقطة بتطول في الكاس وتعمل فوضى بالبلد ولما بيصير الفوضى ما بيقول حدا يسمع حدا بهالعملية اذا نحن عامل قول نحن على الحفة اي مسألة رح يصير انا بعتقد ما رح يعطي نتيجة لان هذه صفة افلسة بكل معنى الكلمة طيب ما رح يصير في نتيجة فاذا رحين على شو فوضى بالشارع فوضى اجتماعية معيشية اما شو انا شو قلت اهربوا اهربوا من الشعب الى الشعب احسن بعدين تضطروا تهربوا من الشعب لانو هلا بالمظاهر اللي صايرة على الارض من البنزين وانت طالعوا نازل ما بتعرف اي حادث ما بتعرف اي احتقان بفلت العالم على الطريق ناطر القصة مش الستي سنت طبعا محمد الشقير ناطر سنت واحد ناطر حادث واحد لحتى يفلت الملأ وساعتها ما بقود شي يهدي حتى الجيش اللي هو منضبط اللي هو هيدا الجيش ما فيه ينزل ضد الناس وانا باعرف العسكر شو عم بيصير فيهم اليوم انه اليوم العسكر يصار معاشه 60 دولار و50 دولار و70 دولار والضابط شو ما كانت ربته ومعاشه ما بتجيوز 200 دولار تجي اليوم بتحطه هيدا معنوياته بالارض لانه بالنهاية القلب حتى بالمعدة اذا معدته فاضية كيف بدي يشتغل هيدا الزلمة ويحافظ لك على امن بالوقت اللي هو يجعان مثله مثل هيدا اللي بدي يظهر بوجه اذا الوسائق المفؤودي بصراحة سلطة هيدا اثبتت انه غير قادرة على حمل البلد مع التمني بترجع بتقلي اذا هيدا الشعب ردهم هني زيتهم بانتخابات ما بقعد يتنفر ساعتها ليش ساعتها بتقوله بس هلأ انت مثلا انا نيت مشاك بتشعر حالك انك مهين بدك تجند عطينات قيار ورجعت رد بيتنا نحن زيتنا او غيرت سحطينا على البلد بس مثل ما نحن اليوم حالة عجز وخوف وبلبلة وما حدا مستعد تحمل المسؤولية وانت اليوم طارف اليوم مصرف البنين عنده وضع خاص بأوروبا وبغير أوروبا والوضع كله بلبنين اذا اذا برجع بتقلي انه نحن لازم نكون محروقين ليسير حكومي وهيدي العنوان بتقول اذا بصار حكومي انقذ البلد انا بلك من هلأ بحكومي وبلا حكومي هناك افلاس ثابت من هيد السلطة كلها بتركيبتها يجب ان تعود لما بيصير أذمة بالسلطة بتحتكم عند الناس انتخابات مبترة ممكن وساعتها مثل ما بيقولوا خيار الناس برجع بيمشي وبنفس الوقت برجع بقول قطعنا الوقت اللي الحكومات بتشكل فيه عقاعدة نوزع جتو ونوزع كل واحد شقة من الجبن لانه الجبن ببقى فيها شيء بالمرضى والدولة عبارة عم بطيخة معفنة اللي عم بيتقاتل عليها ما عنده لا ضمي بوطنة ولا أخلاق تجاه الناس لانه مش هيك التعامل يكون بأزمة من هالنوع أزمة من هالنوع بتفتري تجاوز كل شيء والذهاب الى امتحان الناس هيدا الوسيلة الوحيدة اللي بتقيدك فيها العالم كله سوا بنفس الوقت بتقلي ما يمكن ما يتغير شيء بقلك على القليلة انت احتكمت للناس لاش الناس لانه هن صاحبين هالملك اي دا يلي انت عم بتديره باسمه انا بتشكرك النائب اللواء جميل السيد على هذه المداخلة اهلا سهلا شكرا شكرا شكرا